طبيبة من سالسبورج في غزة تتحدث عن حالة الرعب هناك طبعا الطبيبة دي طبيبة من منظمة بلا حدود أطباء بلا حدود أطباء بلا حدود بتعمل في غزة ووصفت أن الحياة هناك مأساوية طبعا زملائها الأطباء فقدوا عقلاتهم ومنازلهم وبجانب أن هي بتقول أن عندها هي مخاوف من العمل في جو من الرعب إذا كان يمكن ده الخبر ده استوقفني لما عدت أنظر للاتحاد الأطباء الفلسطينيين اللي بيقوموا باختلاسات مالية ودي أتهامات بغض النظر هم طالبين بالإجابة على فشايا أعتقد لو الكلام ده صحيح ما كانش حصل تغيير وفيه قائم بأعمال دلوقتي وتيجي تنظر لحد زي واحدة الطبيبة دي اللي جاية من أطباء بلا حدود رايحة بتعرض حياتها للخطر عشان تساعد الناس في غزة تناقض غريب بس أنا عايز تعليقك على الحالة الرعب اللي موجودة في غزة يعني أنا أحيي هذه الطبيعة صراحة البطلة التي فعلا تجرأت وذهبت إلى هناك وتنقل الصورة يمكن هذا حتى جزء من الواقع الواقع أدهى وأمر يعني بكتير يعني الوضع لجاية فأجازة ورجع تاني بعد الزهوة الكارثة في غزة صراحة مع هذه الهجمة البربرية ضد شعب غزة والتي أنا صراحة يحتمل نتائجها صراحة إن كان إسرائيل من طرف وإن كان من طرف آخر هي حماس والميليشيات الأخرى الموجودة في غزة التي هي ساهمت بهذه المجزرة الحاصلة اليوم لا حدا ييجي إلي هدول مقاومين هدول كذا من يريد أن يقاوم فليذهب خارج المدن ولا يورط أهله وما ينزل تحت الأنفاء بالضبط يعني بصراحة هؤلاء لهم حتما بمرحلة ما من التاريخ يتم محاكمتهم ومحاكمة كل من وقف معهم بهذا الشيء ولكن هذه الطبيبة فعلا أنها بطلة وجيد أنها نقلت جزء من المعاناة وجزء من ما يحصل في غزة إلى الشارع عن نمساوي بصورة حقيقية وهذا شاهدهم من أهله ما يكن خالية سيدي الكريم وشاهد شاهدهم من أهله راحت وشافت ونقلت الصورة وقالت الناس عما تموت والأطباء وزملاء فقدوا أبناؤهم وأهلاهم وكذا ولست عما يعالجوا الناس ولكن لا والتوابير في المخابز والانتظار والخبز ما يتم رميه من السماء يعني بصراحة وضع كارثي تتحمل حكومات العالم نتيجة هذا الوضع الكارثي يضاف على ذلك بس قبل حكومات العالم حماسية الأساس مئة بالمئة يضاف على ذلك هذه الميليشيا المتشددة التي تاجرت بدم أهلنا في غزة بهذه الطريقة الغير مسؤولة وحبما سأتي يوم ويحاكم هؤلاء الأشخاص بتهمة الخيانة العظمى آخر خبز